الأسد والثيران الثلاثة فضل ثلاثة ثيران العيش بين الأودية والآكام متآلفين متحدين لم يكن يفرق بينهم إلا لون بشرتهم فقد كان أكبرهم أبيض اللون وكان الأصغر أسود أما الأوسط فكان أخبر اللون تعل جلده بقع سمر وكان بالغابة أسد يتربص بهم لينال منهم حاجته ويظفر بطعامه المفضل فلم يفلح وعيل صبره فلجأ إلى الحيلة والمراوغة وذات يوم قال الأسد للثور الأسود والثور الأغبر إننا إن لم نتخلص من الثور الأبيض فسنكون جميعا عرضة للهلاك فبيض جلده علامة باردة يستدل بها الصيادون على أمكنتنا فيسهل بذلك استيادنا ولن يرى لنا بعد ذلك أثر فإن أنتما سمحتم لي بافتراسه فسوف ننجو جميعا من بلائه وسمح له الثوران بذلك ومضت الأيام دون أن يرى للأسد أثرا وذات صباح طلع عليهما وهو جاحذ العينين فاتح فما هو مكشر عن أنيابه وابتدر الثور الأغبر قائلا أيها الثور الأغبر يا من يحسبه الصيادون أسدا مثلي لو تخلصنا من الثور الأسود لصارت الغابة ملكا لنا دون شريك ولأصبحت كل الحيوانات تأتمر بأوامرنا فعل تسمح لي بافتراس الثور الأسود وسمح له الثور الأغبر بذلك بقي الثور الأغبر وحيدا وأخذ الندم ينتابه وبدأ يتوجس خيفة من الأسد وقال في نفسه لقد تقرر مصيري حين وافقت الأسد على افتراسي الثور الأبيض يجب أن أنجو بنفسي من شره أعمق فهمي سادسا أحدد شخصيات النص ثم أعين الشخصية الرئيسية الإجابة شخصيات النص هم الثور الأبيض الثور الأغبر الثور الأسود الأسد الشخصية الرئيسية هي الثور الأغبر سابعا أستخرج مما يأتي ما يتعلق بالشخصية الرئيسية العيش بين الأودية والآكام استعمال الحيلة والمراوغة الندم عما صدر منه الموافقة على افتراس الثور الأبيض الإجابة ما يتعلق بالشخصية الرئيسية العيش بين الأودية والآكام الندم عما صدر منه الموافقة على افتراس الثور الأبيض ثامنا أبين مما يلي الصفات المناسبة للأسد المتحدث عنه في النص أبيض الجلد محتال جبان ملك الغاب تأتمر بأوامره الحيوانات أسود اللون يهاب الثيران متجمعة الإجابة الصفات المناسبة للأسد المتحدث عنه في النص هي كالآتي محتال ملك الغاب تأتمر بأوامره الحيوانات يهاب الثيران متجمعة تاسعا ظهر الأسد بعد أن غاب مدة طويلة أستخرج من النص القرائنة التي تصفه عند ظهوره في المرة الثانية الإجابة ومضت الأيام دون أن يرى للأسد أثرا وذات صباح طلع عليهما وهو جاحذ العينين فاتح فمه ومكشر عن أنيابه أبدي رأيي عاشرا عاش الثيران الثلاثة في راحة وأمن لما كانوا متآلفين متحدين ماذا حدث لهم لما فكر كل واحد منهم في نفسه فقط؟ الإجابة لما فكر كل واحد منهم في نفسه فقط تمكن منهم الأسد وافترسهم واحدا تلو الآخر من دون عناء أو جهد إضافي أحدى عشر نافذة وأغني ملف التعلم أبين أثر التآلف والتضامن بين ألف الحيوانات ب الناس جيم بينك وبين رفاقك